لعبة الطلاق اللي اسمه جواز اعتقد ان دي ابشع لعبة ممكن اتنين يلعبوها مع بعض لانها مش بس بتأذيهم دي بتأذي اطراف تانية معاهم هنا انت قدام اتنين متجوزين على الورق لكن الواقع اللي بينهم مالوش اي علاقة بالجواز بيت متعلق عليه يفطة الجواز وما يحدث داخله طلاق بائن اتنين بعاد نفسيا جدا عن بعض بينهم هجر وجفاء وبرود نفور وصد ووحشة يأس وظلام وفقدان امل خناءات ومشاكل ليل نهار مفيش اي نوع ولا اي درجة من التفاهم وكل واحد نفسه من جواه يصحى الصبح يلاقي التانية مختفي من على وجه الارض وبيحصل طبعا في بعض الاحوال ان كل واحد منهم يعمل علاقة غير شرعية من ورد تاني واحيانا مش من وراء ولا حاجة طيب ولما الحال كده وطالما الوضع سيء بالشكل ده مكملين ليه مع بعض هنا بقى اللعب على اصولها يقول لك عشان العيال مكملين مع بعض عشان العيال ما يتقذوش عشان الطلاق ممكن يأثر على نفسيتهم وهي تقول برضو العيال لما يعيشوا وسطابوهم واموهم غير لما يكبروا كل واحد في حتة انا الحقيقة شفت كل طرق وانواع سوء الاستغلال للاطفال لكني ما شفتش طريقة لسوء استغلالهم افضع من دي اللي هي انكم تعلقوا فشلكم على شماعة ولادكم وتبرروا جبنكم بان دمن مصلحتهم وتقرروا الاستمرار في طريق سد تحت الدعاء الخوف على نفسيتهم ومستقبلهم طيب هو اللي انتم فيه ده مش مؤذي لولادكم المسافات النفسية الطويلة بينكم وبين بعض مش بتمزقهم من جوه الشد والجاذب والخناءات والصوت العالي والضرب احيانا مش بيشوه قلوبهم وعقولهم هو المؤذي اكتر للولاد انهم يعيشوا في جواز فاشل ولا في طلق ناجح المؤذي اكتر انهم يعيشوا في جوه مجدود ملبت بالمنشحنات الدائمة ولا في هدوء وسكينة حتى مع بعض الفقد هو ربنا لما حلل الطلاق مش كان عارف ان ممكن يكون فيه اولاد اللي بيوصل للولاد بكل اسف في هذا النوع من البيوت هي صورة مشوهة تماما عن معنى الزواج ومعنى الحب ومعنى المواد ده والرحمة ومعنى الحياة نفسها وده يخليهم غالبا يكرروا الصورة دي بكل حذافرها لما يكبروا او انهم يكرروا ما يتجوزوش خالص او يدخلوا في علاقات موسيقى للغاية انا مقدر جدا تعقيد العلاقات الزوجية في مجتمعنا واصابتها بامراض صعبة ومزمنة وعارف وشايف مشكلات الطلاق الاسرية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وان اختيار الاستمرار في زواج فاشل قد يكون حائط الصد الاخير ضد الكثير من الشقاء والعذاب والمذلة لكل الاطراف وانه احيانا بيكون قرار هدفه ترميم اخر اعمدة منزل يتهاوى فوق رؤوس الجميع ولكن القرار الاكثر شكاعة هو اننا نقف وقف صدقة مع النفس وننظر للامور نظرة امينة تخلو من الانانية والاستسهال وانقرر نحاول ونسعى ونعالج لو صدقنا النية ونفع العلاج خير وبركة ولو ما نفعش مش هنكون اعلم والاحكم من ربنا اللي بيقول فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بلاش نظلم نفسنا بلاش نظلم عيالنا بلاش اللعبة دي اما زواج بما يرضي الله واما يقضي الله امرا كان مفعولا